بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في قناة انجليزية اعدادين مع من سنة السماء ان شاء الله النهاردة بنقول لك كل عام وانتم بخير بداية السنة الدراسية الجديدة نبدأ في منهج اللغة الانجليزية نشتغل ان شاء الله من كتاب المعاصر اه بنقول لك كل عام وانتم بخير انت السنة دي في اخر سنة في المرحلة الابتدائية بازن الله تكون سنة كلها فلاح ونجاح وتجيب مجموعة حلو ان شاء الله وتدخل المرحلة الاعدادية ان شاء الله زي ما قلنا هنشغل من كتاب المعاصر ادي غلاف كتاب المعاصر الطبعة الجديدة عشرين اربعة وعشرين هنبدأ على طول اول حاجة معانا يونت وان يونت وان جرين سيتيز جرين سيتيز المدن الخضراء جرين اخضر سيتيز ده جمع اه كلمة سيتي بمعنى مدينة يبقى جرين سيتيز المدن الخضراء هنشوف هنا اول حاجة معانا الدرس الاول بيقول يعني نحن نعمل في في الحديقة المجتمعية العنوان نحن نعمل في الحديقة المجتمعية ايه هي الحديقة المجتمعية هنشوف اول حاجة هنبدأ بيها المفردات كيف مفتاح المفردات او اهم المفردات في الدرس يعني عمارة سكنية العمارة السكنية اللي هي تبقى مكونة من طوابط ادوار كتير وانت ممكن تبقى لك فيها شقة او اتنين مثل طيب يبقى اللي هي عمارة سكنية اللي هي المواد الكيميائية هنا تنطق ك مواد كيميائية هي عبارة عن مواد ممكن تستخدم لمقاومة الافاد او كسماد لزرع بس دي حاجات ضرق الافضل منها المخصبات الطبيعية طيب هنا هنجي لي هي دي اللي احنا بنقول عليها افضل يعني سماد الطبيعي طبيعي سماد خلاص طيب هنشوف هنا بيقول روف روف اللي هو السطح هو كده مصور المبنى من فوق يبقى ده سطح المبنى روف روف اللي هو سطح هارفست هارفست يعني يحصد هارفست يحصد يحصد يعني يقطع المحصول يجمع المحصول هارفست يحصد يبقى الدرس بتاعنا النهاردة بتكلم عن الايه الحديقة المجتمعية وهنشوف ايه معناها المزيد من المفردات حديقة مجتمعية دي عبارة عن زراعة على السطح سطح اللي هو الروف سطح العمارة السكنية بتجمع مجموعة من المتطوعين من الحي او من العمارة نفسها ويزرعوا السطح يستفيدوا بيه ممكن يزرعوا فواكه او خضروات او النباتات الوراقية زي الجرجير والخضرة والحاجات خلاص يبقى دي ايه كوميونيتي جاردن كوميونيتي يعني مجتمعي جاردن حديقة كوميونيتي جاردن على بعضها حديقة مجتمعية فريش فريش يعني طازج فريش طازج لما نقول فريش فروت او فريش يعني خضروات طازجة فريش فروت فاكهة طازجة مساحة خضراء مساحة خضراء اللي هي مساحة الزرع الاخضر بمعنى متطوع وتيجي كفعل بمعنى يتطوع يعني عضوي يعني عضوي اللي هو السماد الطبيعي ماركت ماركت السوق ماركت السوق الفلفل الفلفل والفلفل ده منه الوان الاخضر والاصفر والاحمر هيلث صحة هيلث صحة أما هيلثي بمعنى صحي الصفة هيلثي صحي هيلث لناون اللي هو الاسم اللي هي الصحة نفسها فيجتابلز فيجتابلز قضروات فيجتابلز قضروات عمه او خالة يعني منطقة منطقة او مساحة الحي 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 هو المكان اللي بيسكن في مجموعة من الناس لوكل لوكل يعني محلي لوكل محلي يعني خاص بأهل المنطقة لتس لتس الخص لتس الخص نبات الخص لانت لانت بمعنى نبات لانت نبات جمعها لانتس نباتات لامنز لامنز هو الليمون لامنز الليمون ديتس ديتس التمر او البلح ديتس تم او بلح آنينز آنينز بصل آنينز بصل توميترز توميترز الطماطم توميترز طماطم بالكوني بالكوني اللي هو البالكون او الشوفر هنشوف بعد كده الصفحة اللي بعدها هنا بيقول ايه تصريف الافعال طبعا احنا زي ما احنا عارفين ومتعولين ان احنا بنقول في حاجة اسمها اللي هي الافعال المنتظمة اللي احنا بنضف لها اضافة بسيطة لشان تبقى في الفعل الماضي او في الشكل الماضي مثلا بضف لها زي ايه في المدارع يعني انتجة يحتاج ضفن لها ايدي يزرع ضفن لها ايدي يبقى الافعال دول بندفلهم ايدي علشان يبقوا في صيغة الماضي دول اسمهم ايه يعني منتظم اما يعني غير منتظم ايه غير منتظم هو بيضغير شكله في الماضي عن المدارع وبالتالي احنا هنحفظه كده زي ما هو عندنا في في المدارع جراو جراو ينمو او يزرع جرو جرو زرع او نمى سل يبيع سول سول باع مت يقابل مت يقابل مت قابل تعبيرات هم وحروف جر هم يعني على سطح خلي بالك بياخد حفل جر قبل الكلمة هقول على سطح مسلا على سطح الامارة السكانية جيد لي نقول جيد للصحة حكسها طبعا نقول باد فور يعني سيء للصحة في منتصف ان خلي بالك في منتصف او في وسط كزا تاخذ ايه عرف القر الان نقول in the middle of a good place to مكان جيد لي a good place to يعني مكان جيد لي on friday afternoons في اوقات الظهيرة في ايام الوقت مع afternoons هنا في اوقات الظهيرة لحنا بنقول فيها ايه good afternoon that's interesting هذا ممتع that's interesting all the time all the time يعني طوال الوقت all the time طوال الوقت that's not all يعني ليس هذا كل شيء يعني يقول لك مش بس كده نحنا لسه هنكمل ده في حاجات تاني that's not all from one square meter from one square meter يعني من مساحة متر مربع واحد المتر المربع ده عبارة عن ايه عبارة عن مقياس بنقيس به المساحات اسمه متر مربع make friends make friends يكون صداقات مهمة جدا انك تعرف تكوين الصداقات بياخد حرف ايه بياخد الفعل make make friends make friends يكون صداقة come from come from come from يأتي من come from يأتي من it sounds good it sounds great هذا يبدو رائعا sounds يعني يبدو it sounds great يعني هذا يبدو رائعا هنشوف هنا main points on listening and reading text ايه النقاط الاساسية الهمة في نصوص الاستماع والقراءة topic الموضوع هنتكلم عن ايه community garden الحديقة المجتمعية guiding words يعني الكلمات المرشدة الكلمات الليها علاقة بالحديقة المجتمعية garden حديقة او space طيب هنا بيقول the community garden الحديقة المجتمعية is a big green space هي عبارة عن مساحة خضراء كبيرة community idea community idea هنا بيقول ماريام thinks the community garden is a good idea عايز اقول لك ماريام ترى اني الحديقة المجتمعية دي فكرة جيدة idea فكرة clean air clean air الهواء النقي the community garden helps to clean the air in the city الحديقة المجتمعية تساعد في تنظيف الهواء في المدينة المدينة مليانة بالملوثات من عوادم السيارات والمصانع والسيارات اللي فيها الطرق كل ده بيبقى ايه بيبيلوث الهواء فالحديقة المجتمعية ده عبارة عن نبات النبات بيعمل ايه؟ بينظف الهواء من الملوثات وعبارة الحديقة المجتمعية ده مكان جيد لتكوين صداقات انت لما هتكون عندك حديقة مجتمعية بيشترك فيها ابناء الحي هيبقى ده فرصة لتكوين صداقات مع ابناء الحي volunteers اللي هم المتطوعين neighborhood الحي طيب many volunteers العديد من المتطوعين from the neighborhood من الحي العديد من المتطوعين من الحي work in the roof garden يعملون في عضيقة السطح plant نبات لتس الخاص they plant lettuce in the community garden هم يزرعون الخاص في الحديقة المجتمعية شوف هنا pop quiz on vocabulary choose a correct answer from ABC or D number one farmers اللي هم المزارعون او الفلاحون بناخد ايه من الافعاد a lot of props every year الكثير من المحاصيل كل عام المزارعون بيعملوا ايه go يذهبوا meet يقابلوا harvest يعني يحصدوا ولا مين مين بمعنى يقصد او يعني هنقول harvest المزارعون بيحصدوا الكثير من المحاصيل كل عام number two we grow nice flowers يعني نحن نزرع ايه ظهور جميلة on the على ايه of our apartment block من العمارة السكنية بتاعتنا طيب هنزرعها على هو في نهر فوق العمارة السكنية لطبع وفي بحر فوق العمارة السكنية سماء والروف احنا بنزرع في ايه بنزرع في الروف نفسه يبقى في سطح العمارة السكنية number three she helps in هي تساعد في a local school مدرسة محلية يعني مدرسة موجودة في المنطقة اللي هي اه بتعيش فيها as a هي بي تساعد كاي three days a week منذ ايه اه بيقولك تلات ايام في السبوع يبقى هي بتساعد كايه تلات ايام في الاسبوع volunteer متطوعة space يعني مساحة neighborhood الحي ولا community مجتمعية ده هنقول ايه هنقول as a volunteer عشان تبقى الجملة هي تساعد في مدرسة محلية كمتطوعة اه تلات ايام في الاسبوع number four ناخد ايه من الكلمة دي is good for the site جيدة للتربة ايه شيء من اشيء دول اللي هو جيد للتربة paparius اللي هو ورق البردي او نباتة البردي اللي بنعمل من ورق البردي ولا natural fertilizer اللي هو السماد الطبيعي butter الزبدة ولا cheese الجبن ايه اللي جيد للتربة طبعا السماد الطبيعي natural fertilizer شو صفحة هنا 18 number five بيقول that community garden الحديقة المجتمعية خلاص عرفناها ايه هي الحديقة المجتمعية هي المساحة الخضراء اللي تزرع فوق العمارة السكنية وبيشارك فيها ابناء ابناء الحي كمتطوعين طيب هنا is a great place too هو مكان جيد لي ايه new friends احنا قلنا تكوين صداقات بتاخذ ايه الفعل ايه make make new friends يعني يكون صداقات جديدة listening and reading استماع وقراءة listen and read استمع واقرأ عندنا حوال هنا بيقول where does mariam go on fridays where يعني اين ديجي كلمة استفهام تسأل عن المكان اين تذهب مريم في ايام الجمع خلي بالك هنا جايب حرف الاس وضيفه لي اليوم ده معناها ايام الجمع يبقى كل يوم جمع no school tomorrow لا يوجد مدرسة غدا do you want to come to my house هل تريدي ان تأتي لمنزلي عايزة تيجي البيت عندي قالت لها ايه تانكس نور شكرا يا نور but i always help my aunt on friday afternoons at the community garden انا دائما اساعد عمتي في اي اوقات ظهيرة في يوم الجمعة اساعدها فيه في الcommunity garden اللي هي الحديقة المجتمعية طيب تقول لها the community garden what's that يعني ايه الحديقة المجتمعية دي قالت it's a big green space on the roof of my aunt selma's apartment block انها مساحة خضراء كبيرة على سطح العمارة السكنية بتاعة عمتي selma طيب the people who work there الناس الذين يعملون هناك ما لهم are all volunteers كلهم متطوعين from the neighborhood من الحي يعني ابناء الحي نفسه هم المتطوعين اللي بيزرعوا في ال community garden indeed we grow vegetables to eat نحن نزرع الخضروات لنأكل and sometimes we sell them in the market too واحيانا نبيعهم في السوق ايضا يعني هو لو فيه الكمية بتاعة المحصول الخضار والفاكهة لو تزرع اكتر من اللي هم محتاجينه بيعملوا ايه بيبيعوا بعض منهم في السوق اتلها ايه that's interesting هذا شيق هذا ممتع what things do you grow ما الاشياء التي تزرعوها بتزرعوا ايه اتلها well عسنا we usually plant tomatoes peppers onions lettuce بتقول لها احنا عادة بنزرع الطماطم الفلفل البصل الخاص things people eat all the time اشياء تأكلها الناس طوال الوقت الناس محتاجة على طول الحضار والفاكهة sometimes we also plant fruit trees بيقول احيانا نحن نزرع ايضا اشجار الفواكه this year هذا العام we have lemons and dates لدينا اللمون والبلح او الطم and you grow all this and you grow all this food in the middle of the city واو انتو بتزرعوا كل ده في وسط المدينة من المعتاد ان الخضربات والفاكهة وكل النبات ده بيتزرع فين في مناطق الريف اللي هي فيها اساسا زرع طيب انتو بتزرعوا كل ده في المدينة هيا بتسأل كده او بتندهش بتقول رائع هدله yes it means people can grow their own fresh food هذا يعني ان الناس يقدروا يزرعوا كل الطعام هم بكل الطعام طازق and it's organic وكمان عضوي يعني يعتمل على السماد العضوي to خيضة which means we only use natural fertilizer يعني هذا يعني اننا فقط نستخدم السماد العضوي we never use chemicals نحن ابدا لا نستخدم المواد الكيميائية لانه دي طبعا ضرة بالصحة هنا بتسأل بتقول does your garden produce a lot of vegetables هل الحديقة بتاعتكم بتنتج كتير من الفواكه قتلها yes it does نعم انها تنتج الكثير من الفواكه عشان هنا سألت بي بدأت السؤال بالفعل المساعدة اللي هو اسمه does هتبدأ بي هنا لجابة بتقول yes it does بتنهي بيه الإجابة دي القصيرة وبتقول ايه from just one square of roof garden فقط من مساحة متر مربع واحد في حديقة السطح we can harvest twenty kilos of vegetables a year يمكننا ان نحصد عشرين كيفو من الخضروات في العم من المتر الواحد فقط المتر المربع and that's not all ومش بس كده اعزوا لك ليس هذا كل شي roof gardens حضائق السطح also help clean the air in the city يعني ايضا تساعد في تنظيف الهواء في المدينة which is good for people's health وده اه جيد لصحة الناس يبقى تنظيف هواء المدينة ده جيد من اجل صحة الناس and they are a great place to meet they are a great place to meet people and make friends ودي الحضائق دي حضائق السطح دي عبارة عن مكان جيد للناس تتقابل مع بعضها وكمان تصنع صداقات جديدة قالت لها it sounds great هذا يبدو رائعا يا مريم we need more community roof gardens نحتاج المزيد من حضائق السطح المجتمعية like that in our city مثل هذه الموجودة في المدينة focus on reading read and complete the text with words from the box اقرأ ويأكمل نص بكلمات من الصندوق ايه كلمات الصندوق ده friends plants roof cell نور asks مريم to go to her house tomorrow نور طلبت من مريم ان تذهب الى منزلها غدا but لكن مريم زهبت لي بتذهب فين تذهب لي عمتها في ايام الجمع they work in a community garden هم يعملون في حديقة مجتمعية on the a of an apartment clock عايز اقولك الحديقة المجتمعية دي موجودة فين بالنسبة للعمارة السكنية on the roof على السطح يبقى نقلي روف دي اول اجابة عندينا في number one هذه روف هنكتبها هنا في النقاط الاولى دي they grow vegetables and fruit for people in the local area هم يزرعون الخضروات والفواكه للناس في المناطق او في المنطقة المحلية اللي هما سكنين فيها and sometimes they eat them too وحيانا هما بيعملوا ايه they sell them too وحيانا يبيعون هذه الخضروات والفواكه مريم thinks the community garden is a good idea مريم ترى اني الحديقة المجتمعية دي فكرة جيدة بيكوز ليه فكرة جيدة بيكوز اللي بيساعد على تنظيف النباتات في اه تنظيف الهواء تنظيف الهواء في المدينة طبعا النبات هنا بيقول لان the plants also النبات ايضا يساعد على تنظيف الهواء في المدينة and it's a good place to make new وهذا مكان جيد لي make new a new friends يعني صداقات جديد هنا number four فنشوف بعد كده هنا باقي التدريبات بيقول تدريبات عامة on listen one على الدرس الاول listen and write t true or f false استمعوا اكتب t لو العبارة صحيحة f لو العبارة خاطئة بيتكلم عن اه نور وهي مريم عندك نص استماع موجود في نهاية الكتابة قرأوا عليك ركز معي عشان ان شاء الله تختار هين بيقول اي النص بيقول نور اسكس مريم to go to her house but مريم goes to help her aunt on fridays they work on they work in a community garden the community garden is on the roof of an apartment block اول سؤال هنا بيقول نور اسكس مريم to go to her house ايوة نور طلبت من مريم ان هي تذهب لمنزلها يبقى نكتب هنا ايه true العبارة صحيحة number two بتقول مريم goes to help her aunt on sundays مريم تذهب لتساعد عمتها في ايام الاحاد لا اللي بتروح تساعد في ايام الجمع يبقى العبارة دي false number three بيقول مريم وعمتها يعملون في حديقة مجتمعية ايوة العبارة دي true صحيحة number four the community garden الحديقة المجتمعية is on the roof of an apartment block الحديقة المجتمعية دي مكنها فين على سطح عمارة سكنية العبارة دي صحيحة يعني true هنا number two بيقول read and complete the text اقرأوي اكمل النص with words from the box بكلمات من الصندوق كلمات الصندوق هي ايه helpful يعني متعاون او مساعد neighborhood اللي هو الحي الحي دي بيسكنه الناس clean نظيف او بمعنى كمان لو فعل بمعنى ينظف weekends عطلات نهاية الاسبوع eat بمعنى يأكل احمد and ayman are friends احمد وايمن دول اصدقاء كما on the a they visit احمد's grandfather هم امتى بيزوروا جد احمد on the a on the weekends في عطلات نهاية الاسبوع طيب they help to eat the street and water the trees in the طيب خلينا فلنطرولة هم بيساعدوا في ايه بالنسبة للشارع they help to clean هم يساعدوا في تنظيف الشارع and water the trees in the way ويسقوا او يروهوا الاشجار in the a in the neighborhood في الحي أشجار الحي طيب there are many volunteers هي وجد الكثير من المتطوعين they are very a هم very a and sometimes grow more new trees هم المتطوعين دول مالهم they are very helpful يعني متعاونين جدا هم احيانا بيزرعوا اكثر more new trees يعني اشجار جديدة اكثر number three read and match اقرأ وصل a with b a بقول اول حاجة عندك does your garden produce هل حريقتك تنتج او حريقتكم تنتج ايه بقى نختار لها ايه من هنا have no chemicals ليس بها مواد كيميائية fertilizer for growing plants يعني سماد من اجل نمو النباتات the middle of the city منتصف المدينة a lot of vegetables الكثير من الخضروات ولا in our community garden في حريقتنا المجتمعية هنكمل هنا بادئ السؤال البداز وهنكمل هنا باللي فيه علامة استفهام يبقى معناه does your garden produce a lot of vegetables هل حريقتكم تنتج الكثير من الفواكه number two number two we plant lettuce نحن نزرع الخاص فين نزرع الخاص in our community garden في حريقتنا المجتمعية number three organic vegetables الخضروات العضوية يعني الخضروات العضوية have no chemicals ليس بها مواد كيميائية number four it's good to use natural إنه من الجيد أن نستخدم ايه طبيعي natural fertilizer for growing plants السماد العضوية من أجل نمو النباتات number four choose the correct answer from a,b,c or d number one we plant vegetables نحن نزرع الخضروات and fruit والفواكه ناخد ايه من حروف الجردود the roof of our house يعني سطح منزلنا نزرعهم فين on the roof on the roof يعني على السطح number two after the vegetables grow بعد أن تنمو الخضروات farmers المزارعون بيعملوهم ايه plant يزرع ولا harvest يحصد draw يرسم يدمر المزارعين بيعملوا ايه harvest them يعني يحصدونهم بيحصدوا الفواء الخضروات number three plants are good النباتات جيدة المين بقى people's health لصحة الناس they help clean the earth يعني يساعدوا في تنظيف الهواء يبقى good a good for good for جيد لي number four she needs tomatoes onions and a to make salad هتحتاج الطماطم والبصل وايه كمان من حاجة دي علشان تصنع السلطة lettuce وصص dates بلح candy حلوة bread الخبز هتحتاج ايه lettuce الفص مع الطماطم والبصل number five they use natural هم يستخدموا ايه طبيعي to grow organic food ليزرعوا الطعام العضوي بيحتاجين ايه natural tools ادوات ولا views معناها بمناظر طبيعية ولا weather الطقس ولا fertilizer fertilizer اللي هي السماد العضوي natural fertilizer يحتاجه ايه او يستخدمه يستخدمه سماد عضوي ليزرعوا الطعام العضوي نشوف هنا ايه صفحة واحد عشرين يقول يعني اعترتيب الكلمات لتصنع المال صحيحة number one garden الحديقة المجتمع او المجتمعية يبدو فكرة مذهلة هنبدأ اول حاجة بيقول ايه هنكمل اللي هي الحديقة المجتمعية يبقى دي number two ما لها بقى جبنا كده الفاعل بنتكلم عن الحديقة المجتمعية بعدها يجي ايه الفعل هو بمعنى يبدو طيب الحديقة المجتمعية تبدو تبدو ايه يعني فكرة مذهلة ايه بقى دي number four و idea هي number five number two وحدها معناها فيه بلوك اه بقول لك بلوك اللي هي بلوك اللي هي العمارة السكنية دو ده هنبدأ بيها السؤال العمارة السكنية السكنية هتيجي مع بلوك اقول اول حاجة دو هو الفعل المساعد بعدها يجي ايه الفاعل فين الفعل هنا ايه اقول دو يو بعد كده هيجي ايه الفاعل الاصلي هادي الفاعل يبقى نخلي دي number three do you live in live in تعيش فيه هل انت تعيش فيه in an apartment block يعني في عمارة سكنية ايه دي number five و ايه دي اخر حاجة number six عرفتها جاتل ازاي بدأنا بالفعل المساعد السؤال بعد كده الفاعل you والفعل الاصلي اللي هو live in وهنكمل بقى السؤال do you live in an apartment block number three produce يعني ينتج garden حديقة we نحن a lot of الكثير من vegetables خضروات in our we a هنكمل لسا انقول اول حاجة we نبدأ بيها طيب we ايه we ده هو الفاعل بعد الفاعل ييجي ايه ييجي الفاعل فين الفاعل هنا produce يعني ننتج نحن ننتج ننتج ايه a lot of الكثير من vegetables الكثير من الخضروات فين in our garden اه دي in our ونجيب بعدها garden يعني we produce a lot of vegetables in our garden نحن نزرع الكثير من الخضروات في حديقتنا number four never يعني ابدا او مطلقا we نحن four hour من اجل hour ايه use يعني نستخدم chemicals مواد كيميائية و plants يعني نباتة هنبدأ بيه الفاعل اللي هو we بعد الفاعل هندور على الفاعل فين الفاعل هنا هنقول we بعدها نجيب ظرف التكرار الاول وبعد كده الفاعل هنقول we never هذه we never وهيجي الفاعل اللي هو ايه we never use نحن ابدا لا نستخدم لا نستخدم ايه chemicals اللي هي المواد الكيميائية ايه ايه دي مواد كيميائية ايه دي بعد كده هنقول كمان اول حاجة الفاعل هو we بعد كده هنجيب ظرف التكرار الاول طالما ما هو الظرف التكرار نجيبه الاول قبل الفاعل نقول we never use نحن ابدا لا نستخدم ايه for our plants المواد الكيميائية من اجل ايه نباتاتنا number 6 بيقوله read the text اقرأ النص and answer the questions وياجب عن الاسئلة I am Yara انا Yara I am 12 years old انا عمري 12 عام on holidays في ايام الاجازات I help my family and my friends at our community garden انا اساعد عائلتي او اسرتي وكمان اصدقائي في حديقتنا المجتمعين on the roof of our apartment block في على سطح العمارة السكنية بتاعتنا we have a big green space نحن لدينا مساحة كبيرة خضراء people in the neighborhood الناس في الحي volunteer يتطوعون to help and grow vegetables with us to eat يتطوعون لي ليساعدوا ويزرعوا يساعدون ويزرعوا خضروات معنا لنأكلها we usually grow tomatoes peppers onions and lettuce نحن عادة بنزرع طماطم الفلفل البصل والخص sometimes احيانا we also plant fruit trees نحن احيانا ايضا نزرع ايه؟ نزرع اشجار الفواكه like lemons and dates مثل الليمون والطم it's amazing to grow your own food إنه أمر مزهل أنك تزرع طعامك الخاص choose the correct answer from ABC or D number one the underlined word grow has the same meaning as الكلمة التي تحتها خط هي grow لها نفس المعنى كاي من دول grow بمعنى يزرع أو ينمو طيب معناها ايه من دول draw لا draw يعني يرسم cut يعني يقطع plant يعني يزرع need يعني يحتاج ايبى grow هتساوي plant له نفس المعنى plant بمعنى يزرع وتيجي كمان بمعنى النبات نفسه number two the main idea of the text is الفكرة الرئيسية الاساسية في النص هي ايه؟ بيتكلم عنين النص ده healthy habits العادات الصحية community garden حديقة مجتمعية sports رياضات my favorite game لعبتي المفضلة لا كان بيتكلم عن community garden حديقة مجتمعية number three lemons and الليمون وايه are the fruit trees they plant هي عبارة عن الأشجار الفواكه اللي هما بيزرعوها بيزرعوا لمون وايه كمان lettuce الخاص dates tom potatoes البطاطس mangoes المانجا لا بيزرعوا كمان dates اللي هو الطم بي بيقول answers the following questions اجيب عننا السئلة التالية how do people help at the community garden كيف يساعد الناس في حديقة مجتمعية بيساعدوا هنقول they grow vegetables and fruits هم بيزرعوا الخضروات والفواكه when does yara help her family متى تساعد يارا عائلتها الكلام ده موجود عندك في الفقرة بيقول on fridays في ايام الجمعة بعد كده number seven write a paragraph of about اكتب اه الموضوع الانشاء من خمسين لستين from fifty to sixty words من خمسين ستين كلمة باستخدام العناصر الالشادية التالية يعني عديقة مجتمعية على السطح العناصر المرشدة ممكن نستخدمها عشان نكتب الموضوع بتاعنا عمارة سكنية يعني السماد الطبيعي يحصد طبعا زي ما احنا عارفين لما نيجي نكتب بنسيب مسافة كلمة في بداية الكلام هنبدأ بحار في كابتل هنراي علامات الترقيب والزمن والافكار كمان هنقول ايه we have a community garden نحن لدينا حديقة مجتمعية على سطح عمارتنا السكنية we grow a lot of vegetables and fruits on it يعني نحن نزرع الكثير من الخضروات والفواكه عليها we grow the lettuce tomatoes and onions نحن نزرع الخاص الطماطم والبصل we eat these fresh vegetables نحن نأكل هذه الفواكه الطازجة الخضروات الخضروات الطازجة it's delicious إنها لذيذة we use natural fertilizers يعني نحن نستخدم السماد الطبيعي there are a lot of volunteers يوجد الكثير من المتطوعين from the neighborhood من الحي المتطوعين دول من الحي نفسه it's an amazing community garden إنها حديقة مجتمعية مزهلة كده وصلنا لحد صفحة 21 خلصنا الدرس الأول إن شاء الله على خير هنكمل مع بعض منهجنا تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته